موسيقى نادي الأهلي ونادي النصر طبعا بالتأكيد قدموا هذين الناديين أسماء كبيرة وكبيرة جدا للكرة الليبية كل فريق بالتأكيد يسعى للظفر بنقاط المباراة ليلحق بالركب تمشي كرة أمامية والانتلاقتات من عامر التورغي والدفاع يرجع الكرة للخلف ناحية أسيل المقصبي تعود الكرة وهناك خطأ خطأ يشريح حكم اللقاء باسيفيك اندابها لمصلحة فريق النصر دائما صعبة البدايات يقول الفيلسوف الفرنسي بول سارتر في كرة القدم كل شيء معقد تعلم هناك خصم في الدوري تلعب الكرة محاولة المرور التسديد جول اول مبكر لمصلحة فريق النصر عن طريق جينيور جينيور اغي اذا النصر يسجل الهدف الاول حاول شوف الكرة عادت من العارضة وكملها جينيور اغي اذا جينيور اغي يسجل الهدف الاول في الدقيقة السادسة من الشوطة الاول بضربة رأسية جينيور اغي يسجل الهدف الاول هنا لقطات الاول لاحظ كيف عادت الكرة وارتمى اليها بضربة رأسية جينيور اغي يسجل الهدف ولكن عادت من العارضة تمشي في وسط المرعب تمشي الكرة للآله الانتلاقات الان محاولة للمرور ممكن ممكن المرور سقوط الارض الملعب حاكم اللقاء يشير الى ماذا اعتقد يشير الى ركلة مرمى ركلة مرمى لمصلحة فريق النصر مر من زمن هنا لقطات الاعادة حاول يتابع اللعب الاربع وعشرين صراح فكرون للنصر اللي يلعب به تلاتة خمسة اتنين تلاتة مدافعين يلعب بهم رأسيها الحيرة في وجه البنزارتي طبعا ريع وخطير ومزعج في نفس الوقت تمشي الكرة امامية لعمر يلعبها ولكن الى خارج ارض الملعب يلعبها عامر ولكن تمر الى خارج ارض الملعب ركلة مشكل خطورة هذه الكرة لعب الكرة للامام والدفاع خلصها في مرة اولى وتانية بعدها عن مكان الخطورة هنا تلاتة جونيور جونيور اقاية يلعب الكرة الامام يمشي التورغي والكرة تغادر تغادر الكرة ركلة مرمى لمصلحة فريق الاهلي نقولها تمشي الكرة للاهلي تمشي عن طريق بورقيقة يلعبها للامام وحارس المرمى المقصبين انقضها لعب الكرة من جمعة بورقيقة بشكل ممتاز للمهاجمين والامقصب ينقض مرمى من هدف امامنا اصيل المقصبي يلعبها لابو عقيلة يمشي بعقيلة يلعبها مرت مرت عبرت بسلامات تسديد ابو بكر ابو عقيلة هنا التسديد لاحظ وهذه اخطر الكرات الكرات التي تلمس الارض اخطر الكرات على حراس المرمى التنفيذ عن طريق احمد المكسي الملقب بالكيلو تلعب الكرة بدربة رأسية تعود والتسديد من جونيور اجي اولية ناحية بورقيقة اللي شاهدناها الان يتقدم همام 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 طارق همام 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 يسددها ولكن تعود تعود لابو عقيلة ابو عقيلة يلعبها ولكن يلعب بيونغ بيونغ يمرها ناحية همام همام تطول الكرة على همام هل يلحق بالكرة بالفعل يلحق همام يلعبها داخل مناطق الجزاء من يقابل بضربة رأسية ولكن تمر الى خارج رأس الملقب تلعب الركنية للامام بضربة رأسية مرت مرت بجانب العربة رأسية كاد ان يكون من هدف التعادل كانت برأسية المدافع علي يوسف امامنا البنزرتي هو غير راضي عن نتيجة الكرة ناحية همام همام يلعبها بالعرض من يقابله مرت عليك يا ايف يونغ كاد ان يأتي هدف التعادل بدربة رأسية تمشي الكرة للأهلي سددها ولكن تعود بالدفاع تعود مرة اخرى لعب الكرة للامام وحارس المرمى همام تعود ولكن سهلة في متناول الحارس اصيل لمقصب يا حارس مرمى فريق النصر تمشي الكرة امامية لمصلحة فريق الاهلي هذه خطيرة هذه خطيرة هذه خطيرة هذه خطيرة هذه خطيرة هذه خطيرة والدفاع يدخل مرة اولى والدفاع يخلصها مرة تانية خطيرة كانت على مرمى فريق النصر ولكن الدفاع خلصها تمشي الكرة لمصلحة فريق النصر وحاولت للمرور والمرور تمشي الكرة ما زالت الكرة بحوزة لعبي فريق النصر ترجع وتعود عن طريق لوسيانو تمشي التسديد في مرة أولا أو تانية من يقابل ممكن جول 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 تاني لمصلحة فريق النصر اعتقد عن طريق يحيى زليطني ايضا النصر يسجل الهدف الثاني بعد مرور 80 دقيقة يحيى زليطني يسجل الهدف الثاني لفريق النصر اذا ازليطني واجد يحيى زليطني بكل هدوء وضع الكرة في شباق فريق الاهلي اذا النصر يتقدم على صعيد النتيجة بهدفين مقابل لشيء تعود الهمام يلعبها من يقابل ولكن تعود تعود مرة أخرى رمية جانبية همام يلعب كرة أمامية من يقابل يقابلها الدفاع يبعدها تمشي للأمام للمسلاتي يلعبها اعتقد ليحيى يحيى يحيى يلعبها لجنيور جنيور جنيور في محاول المرور الدفاع يتدخل في مرة أولى وتانية تعود لل وهناك راية وهناك حالة تسلل فريق النصر تمشي للأمام تمشي للأمام ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أحبتي الكرام تأتي صافرة حكم اللقاء باسيفي كاندابيا منية زمن المباراة